ها اسمع رائعك عن باقي اللاعبين بس ها اسمع رائعك في قصة مصطفى شوبير دي برد مصر انا ممكن مش هقول ان انا ممكن اختلف مع حسن بس لوجة نظر اخر تفضل حتة التعاقد مع ابو جبل ممكن نرجع بالذاكرة وارا شوية كده لما كان الحضر يبيلعب فاجابوا له كابت النادر السايب صحيح فاعتقد انت بردو اكيد مجلس دارة النادي الاهلي بيعامل كل لعب حسب عقليته بياخد اجاراته حسب عقليته انا انت بدلوقتي بتكلم عم صفى شوبير انا مش هقلقان عليه من كتر الكلام عليه لانه هو عقلية كبيرة جدا صح شخصية عنده شخصية انه هو يشيل حراسة مارمى النادي الاهلي فكنت شايف ان مجلس دارة النادي الاهلي هو ممكن يجيب ابو جبل مش عشان يلعب ابو جبل هو مو يجيب له حد جامد زي ما حصل مع القصة اللي حصل ده بس معلش كابتر احمد معلش كابتر حسن قال كابتر حسن قال لو انا هجيب ابو جبل او هجيب بسان بخبراتهم الطويلة في الدورة او مع المنتخب بالنسبة لابو جبل انا طبيعي جاي حارس اول بالضبط مبدئيا اسوأ ظروف لا لا سهوان انت كده ما بتتكلم انا حارس اول دي ما بتكتبش في عقود لا انت هتيجي بس بس على اقل وانت جاية حالك بس على اقل كريم حقول لك حاجة عادة كريم قال برضو مثال ريال مدريد ريال مدريد لما كورتوا اتصاب جابوا الحارس بتاعت شلسي اللي هو عنده خبرات يجي يلعب لو رجع كورتوا تاني حيلعب اساسي هيبقى رقم واحد ولما جابوا كيبة ملعبوش لونين اللي هو الحارس التالت وخلوا كيبة عندك لا دلوقتي هو بقى متقلق ده هو خليلك المطشاط متكسب ريال مدين كل المطشاط بكلمك على العقلية ممكن تاخدها بحافز كبير جدا زي مصطفى شوبير بكلمك على الشخصية لو انت هتجيب لي مثلا كورتوا هتجيب لي بوفن انا هلعب اه انا مش شخصية مصطفى شوبير دخلي بالك ده مش قرارك ان انت تلعب مش مش قصدي ده في الاخر قرار مدير فاني مش قصدي على فكرة ما تفهمه جدا نظرك انا مجودي وشغلي بس كده كده معلش انا اسف انا دلوقتي بلاش بلاش الحارس ده انا الاهلي رح تجيبت مثلا بل خلي الزمالك الزمالك رح يجيب عبدالله السعيد تمام هل هو بيجيب عبدالله السعيد عبدالله مكتش عارف ان هو رحلة باساس الزمالك ولا هيقول له معلش انت هتنافس سفر وجعفر يا سفر وجعفر هيبقى اساسي وانت ممكن تشارك كبديل اكيد قالوا له انت جاي اساسي انت جاي احنا عمود في الفرقة فالحراس الكبار هيجي اكيد قالوا انت حارس اول مش حارس تاني خاصة ان انا مش جاي على محمد الشناوي كمان انا جاي على حارس ما عندوش خبرات زي مصطفى شبير كتيرة يعني في المشاركات وانا عندي خبرات فطبيعا اللي هلعب هيدي بس النقطة النقاش انا مش تقليلا من الزمفولي مسلا انا مش تقليلا منه بس انا بشوف ايه اللي حصل انت جيبت حارس مربو طبعا هولك حاجة عادل طيب ممكن تجيبت وليه الناس كان بتتكلم ان النادي الايلي لازم يجيب حارس يا بسبب البطولة كاسس السوبر المصري لما مصطفى شبير لعب ودخل فيه جوال فالناس حس ماتشي سراميكي لباتراج بول اللي دخل فيه كان خطأ يعني فكانت ايه الناس حست ايه ده لا مصطفى شبير ممكن الفترة الجاية ما يشيلش واي 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 مع ان انا كنت عندي ثقة ان مصطفى شبير لا مصطفى شبير ان هو في الماتشات لما لاعب قبل نهائي او قبل نهائي في متوت افريكا لا نهائي او نهائي الزهاب بالضبط اللاعب وقد اداء كويس جدا وكان حارس متفوق بس ممكن تكون الفترة ديت هو ايه التركيز بتاعه مش عالي بعد ما حس ان الفترة ديت ان هو بقى هيبقى رقم واحد تركيزه علي تاني لان هو عنده امكانيات هو عنده كل الامكانات اللي تساعده ان هو يبقى حارس اول صحيح تمام انا حاجة اخيرة انا كانت كل الظروف او كل الاخبار او كل الاقويل او كل التصريحات ان كان ممكن لو باي شخصية غير مصطفى شبير واي عقلية غير مصطفى شبير كان لازم اكيد المباراتين هيتهزن طبعا ان انت انا مجلس دارما عنده الثقافية ده جايبين لي يجون وعايزينه مثلا يلعب علي قدم جمهور اه ضغط ده اللي انا بتكلم فيه ان انت اكتسب انت بتكتسب شخصية ودي قليلة او في مصر صح ان انت تتعامل مع لاعب سواء من سواء لعيبة او مستوى حراسة المرمى بعمل شخصية انت بتفتقد اللاعب اللي عنده شخصية صح تفتقد اللاعب اللي عنده العقلية ان هو يتعامل مع المواقف ازاي صح فاعتقد ان هو مكسب كبير جدا لحراسة المرمى في النادي لان طب كنت عايز اقول نقطة هي معلش انا مش بقلل من الزنفولي يعني الزنفولي حالس كويس وانا دربته في الاتحاد السكنداني طبعا هل لما تجيب الزنفولي ولا تجيب ابو جبل اني اني هيعمل ضغط على مصرفة شوبر اكتر ابو جبل طيب بس لو جيه لو ابو جبل جيه هيبقى فيه ضغط جامد جدا على ابو جبل ماشي 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 بس هي الصفقة الصفقة اتعاملوا فيها غلط انا ما احترام المجلس الزناط النادي الاهلي ان انت كتعلن بطلع تعلن وبعجابة تتراجع في الصفقة بس الاعلي ما اعلنش عشنا بقى مين فقوست ابو جبل الاهلي ما اعلنش رسمي فهي خلاص هي تأذير اعلامية وصحفية انه الاعلي خلص مع ابو جبل وكان فعلا بي خلص مع ابو جبل ده حقيق بس الاهلي لم يعلن رسميا انه تعقد ما اعلنش اي حد الوحيد اللي اعلن عنه رسميا هو الزنفولي لكن ما اعلنش عن اي حد تاني